اشتركوا في القناة ابر وسائل التواصل الاجتماعي يعني فيديو نشرة لاعتداء سيدتان عراقيتان على عدد من الضباط المرور في بغداد قد لا يكون هذا المشهد ولا يكون هذا الفيديو هو الأول والأخير يعني مئات الفيديوهات خرجت من هذا ومئات آلاف الاعتداءات بل عشرات الآلاف من الاعتداءات مثل هذه حصلت لكن يعني ربما من حظ هؤلاء أو كذا نشر هذا الفيديو والناس طلعت عليه الحقيقة يعني ليس عجبا أن تعتدي لأنه في وضع مثل الوضع العراقي طبيعي جدا لكن السؤال يطرح نفسه يعني ضابط برتبة رائد رتبة كبيرة وضباط ربما رتب أكبر وأصغر تم الاعتداء عليهم بالضرب الأحذية النساء نزعت اللي بأقدامها حشاكم وضربة الضباط وكلام نابي وكلام جهدي داته مصاحب كثيرة وأنت تسأل نفسك وأنا سأل نفسي وكل العراقي سألوا نفسهم كيف يمكن يعني ما الذي جعله هذا الاعتداء يكون سهلا على رجل يعمل يعمل في حماية القانون يعمل لحماية القانون في تطبيق القانون الرجل المرور أو رجل الشرطة هو الرجل الذي يضبط القانون هكذا هذا التوصيف وظيفته في العالم كله رجل الأمن رجل الشرطة فهو رجل مكلف بحماية القانون بتطبيق القانون كيف يمكن ما الذي جعله وبغض النظر أن تكون سيدا يكون رجل اللي يعتدى المعتدي مهم هذا الموضوع يعني أن تكون مرأة ويكون رجل اللي يعتدى على الضبط ما الذي يجعل أحدا يعتدي على رجل المرور بهذا الشيء ما هي البيئة أم هو المناخ الذي يساعد على الاعتداء يفكر للشخص أن يعتدي على رجل يعني تربينا لسنوات بغض النظر ديكتاتوري ديكتاتورية تركونها من هذا الموضوع إذا كانت الدكتاتورية التانية احترام القانون فعليكم أن تقولوا يعني رأيا في الدكتاتورية كانت الناس تحترم رجل المرور والشرطي بالشارع وكل تخاف من عنده وتهابع مو تخاف من عنده لكن تهابع وله هيبة القانون طيب ما الذي يجعل ضابط برتبة عالية مثل رائد ومقدم وغيره وأقل يعتدى عليه وحتى لو كان شرطي يعتدى عليه بهذه الطريقة هذه الطريقة المهينة ما هي البيئة هذه البيئة لا يتوفر فيها قانون لا يتوفر فيها احترام لذات العراقيين الغلب القوي لمن له مثل ما يقال في العراقي إلى ظهر من له ظهر وهذا الظهر يعني لديه ميليشيات لديه قوة لديه سلاح قوة تحميه بالسلاح وأنت تشاهد المشهد ولا تعرف من هذه المرأة وإذا بك تعرف يعني من البداية تتوقع يتوقع كل عراقي هذه مسنودة وبواشرة وانا سمعت تعليقات من الناس كنت أجلس معهم وهم يشاهدون هذا بدون أن يعرفوا قالوا هذه أكيد محمية من الشخصية بالميليشيات بالدولة بالمجلس النواق وفعلا ظهر أنه زوجها هو نائب يعني في مجلس النواب من أعضاء دولة القانون المضحك المبكي في هذا الموضوع ومثل ما قلنا في الحلقة السابقة ربما تحدثنا عن عمار الحكيم قلنا العراقيين حياتهم صارت ملهات صارت مسرحية مبكية مضحكة في نفس الوقت مضحكة مبكية سوداء لأنه يبكون يضحكم في نفس الوقت على وضع لا يعرفون ماذا يسمونه في نفس الوقت الحادثتين حصلت وزير الداخلية بعدها بيوم ينشرون خبر وصورة تكريم وزير الداخلية يكرم ماديا ومنحهم قدمهم تهزا لمدة ستة أشهر للضباط المرونة تم الاعتداء عليهم ليكون حافزا معنويا لهم ماذا 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 الاسفاف ماذا الكلام شنو هو الأساس في أن نحمي القانون ونحترم القانون جميعنا من وزير الداخلية من على شخص من الوزير إلى الخفير نحترم القانون حتى الناس تحترمه ونحترم المواطن حتى يحترمنا ونحمي المواطن حتى يحمينا هو هذا الأساس مو الأساس أن أنا أكرم الضابط ورمي اعتدوه عليه وضربهه بالأحذية مع الأسف الشديد هذا اللي شرت به وهذا كيف يمكن لإنسان عراقي كيف يمكن الاعتداء عليه في هذه الطريقة وهو ممثل للقانون لا يمكن قبول هذا شنو التكريمة شنو وبعدين نطلع لنا المشهد الموكي المضحك الآخر اللي الهزلي أنه جماعة دولة القانون يفصلون النائب هذا من دولة القانون الله أكبر وهو يطلع يقول لنا يقول لنا يا أبا أنا ما كنت يعني أنا ما كنت في المشهد أنا ما كنت وهناك عملية تسقيط إلي هذه واستهداف فاضح إلي شنو الاستهداف شنو التسقيط وأني ما كنت موجود وقت الحادث ولا علم لي به وأني تدخلت فقط لقضية إنسانية شنو قضية إنسانية يقول لأهل بيتك شنو قضية إنسانية من تعتدي زوجتك أو يعتدي ابنك أو يعتدي واحد ومسنود من آخرين هو مستند لهم هي ما كان زوجتك أو ما كان ابنك وما كان أي واحد يعتدي لو كان يعرف أن القانون محترم وأن لا سلطة إلا سلطة القانون والقانون مخيف وهذا رجل قانون قد يعتدي علي قد يعتدي على المواطن ضابط المرور أو ضابط الأمن ويعتدي على المواطن نعم لكن عندما يكون هناك قانون إلي فرصة أشتكي في كل مكان وأخذ حقي من عنده لكن عندما يكون القانون خرقة بالية لا يحترمها أحد يتصرفون هكذا هذا هو الوضع قضية إنسانية شنو قضية إنسانية أي قضية إنسانية والأشياء الحادثة الأولى هذا الاعتداء الأول هذا التجاوز على القانون تجاوز على الناس هو هذا الأول التجاوز على مواطن بغض النظر أنه تكون ضابط أو يكون رتبته تجاوز عليه أو حتى هو تجاوز على المواطنين لأشياء هذا التجاوز الأول لأنه ماكو قانون ماكو ضابط ماكو شيء يهابه الناس المواطن البسيط يرى أنه الكبير هذا يتمتع بكل الحقوق ويستطيع أن يقطع رقبة كل الناس لأنه هو ابن الدولة وابن ما أعرف منه وحزب الفلاني ودولة القانون وجمعة عمار الحكيم وجمعة مقتدة وما عايش نريد والكل يهددون وكل قادرين لكن لكن عندما يكون القانون هو الأساس وهذا جزء أيضا من حلقة السابقة هم ممكن حديث عنها هي هاي الدولة اللي الرؤساء والملوك يسألونكم كيف استطعتم أن تبنوا هكذا دولة بهذا البناء وهذا النهوض وهذا الوعام تضحكون على الأمن هذا الوضع السيء هذا المناخ اللي من عشرين سنة من الفوضى العارمة هو الذي وصل المواطن وبغض النظر أن تكون امرأة والرجل المعتدي هو اللي وصلهم إلى الاعتداء على رجل القانون اعتداء على الغير بطريقة فجة ويهددون ولا يخافون شيئا وعندما يحصل هكذا في بلد أحكم حكما قاطعا أن هذا البلد في أسوأ حالاته ما لسف الشديد وقد هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة